حياكم الله مشاهدين وصلنا لمساحتنا الحوارية الأولى لهذا اليوم في خطوة جديدة وتعد الأولى من نوعها دشرت مستشفى الفروانية نظام جديد وهو نظام الملف الطبي الإلكتروني طبعا هذا النظام له عدة فوائد منها تقليل نسبة التكلفة وأيضا تقليص فترة انتظار المراجعين وتقليل أيضا فرص الخطأ الطبي إن وجدت للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الأستيديو نائب مدير مستشفى الفروانية الدكتور محمد الرشيدي دكتور محمد حياك الله سعداء جدا موجودك معانا في العلق الصباح أحب أن أصبح على المشاهدين بالخير طبعا أنتم عارفين التوجه العام للدولة هو تطبيق رؤية 2035 فيما يخص الصحة كانت الرؤية هي تحسين جودة الخدمات في المستشفيات الحكومية مع تطوير الكوادر الوطنية بتكلفة معقولة فقد فاخذوا بعين الاعتبار أن تكون التكلفة معقولة فتكون نشتغل بكفاءة عالية بقل التكاليف والوزارة ممثلة موزير الصحة تولي هذا الملف اهتمام كبير ورؤية وزارة الصحة هي تطوير الصحة من خلال معلومات موثوقة نعم يعني وفق هذا المنطلق وهذا المبدأ جاء مشروع الملف الطبي الإلكتروني واللي طبقته مستشفى الفرواني نعم نزيل بس أنا أعطيكم شوي انطباع مستشفى الفروانية مستشفى الفروانية هو يقع محافظة الفروانية يخدم مليون ومئة يعني قرابة مليون ومئتين ألف مواطن يقدم خدمات كبيرة 868 سرير حركة زيارات الحوادث بشبه يومي 3-3 مريض معدتها بالسنة مليون والعيالات الخارجية نصف مليون مراجع وحركة دخول وخروج مستشفى عالية ممكن توصل إلى 60 خروج مريض ودخول مريض آخر يعني ما شاء الله طاقة استيعابية كبيرة كبيرة وحتاج أيضا لإدارة قوية والملف الطب الإلكتروني وهو ننتقل من الملف الورقي العادي إلى نظام إلكتروني تحول رقمي وهو توجه العالمي كله تحول الرقمي وفي عدة مسارات يعني مسار مثلا العيادات مسار العمليات مسار المختبر مسار الأشعة مسار العلاجي استشارات بين طبيب وطبيب انتقال ونقل المرضى مسار الخدمات المساندة كصيدلية كعلاج طبيعي كطب طبيعي يعني فيه أمور كثيرة لها عدة مسارات فالملف الطب الإلكتروني رح يربط حلقة الوصن بين الأطباء وحاليا التوجه العام في الدول هو ميكنة العملية حيث أن الإنسان ما نعطي المجال لإنسان يفكر عشان تقل الأخطاء طيب ميزة هذا النظام دكتور ميزة النظام إنه يوحد المسارات فأنا أقدر أتبع المريض عند كل مرحلة هذه أول شغلة الشي الثاني يعني مثل احنا طبقنا الوصفة الإلكترونية بالكامل بالعيادات والحوادث فأنا أقدر أتبع أي وصفة صرفة المريض الدراسات كلها تشير إذا الطبيب وصف الوصفة الإلكترونية رح تقل النسبة الأخطاء 30% وهم التكلفة رح تقل 40% لأن الطبيب رح يكون حريص باختيار الدول نزين وطبقنا نظوم السلامة فأنا كطبيب أكتب الدول رح تطلعني تنبيهات تنبيه على خطورة إذا كان الدولة عالي الخطورة رح يطلع لي تنبيه مثلا أني أفحص الشي الفلاني أو أراجع الشغل الفلاني جميل والتنبيه الثاني اللي رح يكون تواصل بين الطبيب والصيدلاني ممكن أن أصرف دولة وها غير متوفر بالجرعة اللي نحاسبها فرح يعطي دولة مشابه بس بجرعة ثانية فيكون فيه تواصل بيني وبين الصيدلاني جميل هذا إذا تكلمنا عن داخل نطاق المستشفى اللي رح يود بالفائدة بين الدكاترا بنفسهم أيضا الدكاترا والمراجعين طيب ماذا عن نظام الربط بين المستشفى والمستشفيات الأخرى تعلم أن المستشفى لا تعمل في معزل لا وهكيد توجه الوزارة هي تربط بين المستشفيات بس أنا أتكلم الحين حاليا عن تجربتنا الأمان أننا دارت نظر معلومات ساعدتنا كثير إحنا قدرنا نربط بشهر ثلاثة 2017 بيننا وبين المراكز فصار فيه تبادل معلومة مثلا أي مراجع راجع المستوصف إذا راجعني راجع العيادة وراجع الطبيعة راح تطلع لي جميع البيانات إذا راجع الحوادث الأمانة شيء مهم جدا أن تكون عندي معلومات كافية يعني الدراسة إحنا سوينا استطلاع قليل من معلومات توصف أقبل ما ربطنا وصلتنا معلومات أكثر صحيح وأي معلومة تعتبر قوة صحيح وفي مصلحة المريض لأن هدف لجنة الملف الإلكتروني المستشفى الفروانية كان هدفها واضح يعني ورأيتنا كانت هي إيصال معلومة طبية الشاملة على نحو السرعة للطاقم الطبي لتسنى لهم اتخاذ القرار المناسب للمريض الصحيح في الوقت المناسب فكان هذا هدفنا فوحدنا الأمر هذا لو أقول لك عن ملف الطب الإلكتروني يمكن أن لا تسعفنا الحلقة واحدة الحلقة للأمانة يعني ما أقول لك الآن كل الطب هو بناء بناء الخدمات مبنية على المعلومات معلومات صحيح فأنا أفتح عيادة شون بعرف حجم الدات اللي عندي كم مريض محتاجها الخدمة فعشان أوفر فلوس وهم أوجهها حق الناس الصح في خدمات احنا فتعناها مثلا في عيادات نهارية أخذنا دراسة مثلا في مرضى يجوا لنا يأخذون جرعات معينة فقدرنا نوفر لهم مكان عن طريق النظام أنهم يأخذون جرعاتهم مكان يحفظ لنا سراير ويوفر مجهود ويأخذون خدمة متكاملة وسهل تتبعها حتى طبيبهم بدأت تتبعها طيب دكتور محمد تكلمنا عن بند السرعة أيضا اللي رح يوفره هذا النظام ما مقدار السرعة المتاحة من خلال تطبيق هذا النظام الأمانة نحن نريد خبرة مستقبل الخدمة تكون متواصلة فنبدأها من الاستقبال نحن استعطنا عن قارئات البطاقة الذكية بالتعاون مع هذه العمل مع المعلمات المدنية فمجرد يأتي المريض تكون على البطاقة المدنية يدخلها بالجهاز قارئ البطاقة ستطلع كل بياناته لا يوجد أخطاء بشرية لدخال الرقم ستكون بسرعة عالية ستكون سينتقل للطبيب ويكون هناك فرز للحالة الحسب حالتها إذا كنا بالحوادث حتى مدى الحالة تم تصنيفها نعم حتى أنا كطبيب أسلم الحالة زميلي مثلا أنه انتهى دوامي في نظام ألوان مثلا تجد حتى الحالة أحمر راح الطبيب يعرف أن هذه الحالة أولوية الحالة اللي وراها مو أولوية تكون أولوية أقل أقل نعم وهم مراجعة الأدوية يعني حتى الحين يجي المريض كلما يراجع الطبيب راح يراجع جميع أدويته لأنت عارفه مثلا المريض ممكن يراجع المصوصف راجع طبيب خاص ياخذ أدوية أعشاب ممكن تأثر على حياته نعم فالطبيب يجي يراجعهم وعقب ما يراجعهم راح يكتب على كل دول ليش وقفه ليش غير الجرعة فبالتالي الطبيب اللي بعده يقدر يقدر يعرف ونبدأ علقاتهم بداية سليمة وسلسة أيضا طيب دكتور محمد حاليا خبراء الأرصاد يحضرون من قرب دخول حالة من عدم الاستغرار لأجواءنا وسعداداتكم في المستشفى الفرواني للاستقبال هذه الحالة أمانة الوزارة موجهتنا توجيه كامل لأننا نكون على أتم استعداد نظرا لحالة المطار الغزيرة في الأسبوع الفائد الأمانة كان هناك تعاون منقطع النظير بين وزارة الدفاع الحرس الوطني المطافي الداخلية الأشغال وإدارة شؤون الهندسية متابعة حديثة جدا ونحن حتى بعد ما خلص قار نكون نجتمع عشان نحط خطتنا حق الثالتيام الجاية والحمد لله موجة المطر اللي كانت يوم الأربعة مستشفى الفروانية كان الحمد لله شغال بكامل كفاءته وحتى النظام الإلكتروني يساعدنا للأمانة عساكم على القوة ومن تطوير إن شاء الله إلى تطوير كل الشكل لوجودك معنا الدور محمد الرشيدي شكرا 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 للمشاهدة